بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته كيف تكتشف الأحاديث الموضوعة والكتب الملفقة كتاب سليم بن قيس الهلالي نموذجا لا شك هناك وجود أحاديث كثيرة منسوبة إلى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وإلى أئمة أهل البيت وحتى إلى العلماء السابقين والمعاصرين دائما تنسب أحاديث إليهم وهي غير صحيحة البخاري ومسلم جمعوا تقريبا ستمائة سبعمائة ويقال مليون حديث كان في زمانهم في القرن الثالث الهجري متداول أنه هاي أحاديث منسوبة للنبي الأكرم قال رسول الله قال رسول الله على أقل حنقول لك ما هو ستمائة ألف حديث ستمائة ألف حديث اختار منهم أربعة ألاف خمسة ألاف حديث والبقية كل كده اعتمد على ما يسمى بعلم الرجال علم الرجال أنه الرواية التي قاوينها أحاديث أحاديث صحيحة أم أحاديث يعني الرجال صادقون أم كاذبون فقال أنه هذا الروايات مو صحيحة هذه نعم وهناك يعني طريقة أخرى هي المتن دراسة المتن أنه هذا المتن معقول ولا معقول شيء طبيعي لا مطبيعي أيضا أهل البيت أئمة أهل البيت إمام الصادق مثلا اشتكى من كثرة الكذاب عليه في ذلك الزمان فقال ناسرون أحاديث كذب وإنتوا عرضوها على القرآن الكريم فإذا كانت الأحاديث تتفق مع القرآن تطابق القرآن فهي أحاديث إحنا قاعد لها أكيد وإذا كانت لأ تخالف القرآن فضربوا بها أرض الجزار طيب الآن إحنا قدنا حديث في كتاب كتاب ظهر في القرن الرابع الهجري اسمه كتاب سليم بن قيس الهلالي وفي هذا الكتاب أهم شيء فيه في أشياء كثيرة لأننا نريد أن نتحدث عنها الآن وقد تحدثنا سابقا وكثيرا ولكن في فكرة الفكرة الاثنى عشرية أحاديث عن النبي العظم صلى الله عليه وسلم أن الأئمة اثنى عشر وهذه أسماؤهم طبعا في حديث المتلطعش أيضا ولكن نترك هذا الحديث مر للناقش الكتاب ولكن شوفوا هذا الحديث الذي موجود على غلاف الكتاب قال الإمام الصادق عليه السلام من لم يكن عنده من شيعتنا ومحبينا كتاب سليم بن قيس الهلالي فليس عنده من أمرنا شيء هذا أهم شيء بالدين الصار أهم شيء بالمذهب الإمامي ولا يعلم من أسبابنا شيئا وهو أبجد الشيعة وسر من أسرار آل محمد عليهم السلام هذا حديث تجده مكتوب على هذا الكتاب هذا الكتاب ظهر في القرن الرابع الهجري ونسب إلى شخص اسمه سليم بن قيس الهلالي اللي إجاء للمدينة من البعدية من الصحراء من نجد إجاء هذا الشخص وحامل كمبيوتر بيديو وورق وقلم ودقيق يسجل أحداث بعد وفاة رسول الله شنو صار في السقيفة وشنو صار في بيت الزهراء وشنو صار الهجوم على الزهراء وروا حديثا عن النبي قال اللي عم 12 وهؤلاء هذي أسمعهم طيب هذا حديث أمامنا كيف يمكن نقيمه كيف ندرسه كيف نعرف أن هذا الحديث صحيح عن الإمام الصادق ولا لا وهذا الكتاب أصلا صحيح ولا لا مختلق فهذه مشكلة في الحقيقة كثيرا من الكتب تصدر بالتاريخ يعني وحتى الآن توجد كتب تنسب إلى أشخاص هما أصلا ما موجودين أشخاص وهميين يعني مو حكاكيين فأنا طلحت هذا الموضوع وطلبت من الأخوان أنه يعلقوا عليه يشوفوا شنو هذا الكتاب شن رأيهم بهذا الكتاب وشن رأيهم بهذا الحديث فالله يعطيهم الخير وصحة وعلى والعظمهم قال هذا الحديث يعني نشككه فيه من قدة نواحي يعني أقرأ شوية بعض التعليقات ثم أبين لكم رأيي بعض الأخ لائل مع كلي وباكر قال هذا كلاوات يعني حديث كده ملفق يعني رأسا أول واحد من يقرأها يعني رأسا قد يكون عنده رأيي ولكن رأي شوية بجكة يعني بأمو نتحدث عن هذا الكتاب وهذا الحديث يقول أما الحديث الأخ سالك درباوي يقول الحديث لم يوجد فيه كتب الصحاحة الستة فهو مثل كلام الحشاشين إذا ما موجود بكتب الستة عند السنة يعني نحن دين حدث عن كتاب شيعي إمامي 12 فحسب مقياس الإمامية يعني كثير ما يجون بعض الأخوة أو المشايخ يجيبون أحاديث كما حدث معنا مع الشيخ أحمد الجحفري مرة أنه هذا أحاديث صحيحة تقول بكذا وكذا طيب أنت كيف عرفت الأحاديث صحيحة كيف هل درستها هل قارنتها هل بحثتها أو لا تقليداً للعلماء السابقين يقولون هاي أحاديث صحيحة فإذا صارت صحيح أيضاً الأخ أبو هبة خليفة يقول أليس من المضحك أن يزكي الإمام المعصوم كتاب رجل غير معصوم لشيعته بدل من أن يترك لهم كتاباً بخطه أو حتى بإملائه اللي لم يكن يعرف الكتابة فليش نحن نأخذ المهم الصادق يزكي هذا الكتاب مثلاً بناء ما يوجد في هذا الكتاب جاسم حزام يقول هذا ليس صحيحاً وإن وجد هذا فمن الموضوعات طال عمرك شكراً جزيلاً رجل لا ينحني يقول شيخ أحمد هذا الحديث ذكرني بواحد عنده محل شربت زبيب عصيري بها يعني وما أحد ما يشتري منه فالصديقة قال له أكتب على المحل قال للرسول من لا يشرب الزبيب لا يدخل الجنة في الثاني يوم صار ما يلحق بي لا هذا الحديث هذا الحديث مثل هذا مشهورة من أكل المبصر العكة كأنما زار مكة أيضا هذا الحديث يبصر كديماً الضفيري الصغر يقول متى أصبح المؤمن يقيم يقيم من خلال كتاب البشر مقابل كتاب الله الإنسان المؤمن يعمل بكتاب الله القرآن الكريم يوخل به يعني نحترمه ونقدر أما فتكتاب واحد كاتب كتاب إذا هذا ما عنده ما يعرف شيء من آله محمد هذا شيء ممعقول يعني هذا بعقله الأخ يرد هذا الكتاب ويرد هذا الحديث أبو عمار الدي راباني يقول هارتقات إذا كان الإمام كتابه القرآن فيدعو لهذا هذا تدليس على الإمام أحمد علي البصراوي يقول سليم بن قيس شخصية وهمية أما الكتاب وضعه الغلاة الشيعة ربما في القرن الرابع الهجري ومعظم الشيعة لا يعرفون عنه شيئا بالرغم من انتشاره بالمكتبات شيخ سيد أحمد من موريتانيا متشيع أو شيعي من موريتانيا يقول يمكننا أن نستمع إلى أي رأي في الموضوع سوى رأي السلفية خالد المول أنت أخذ كلام فكر شو فيه أي واحد قال في كلام أيضا ملاحظة حتى لو أجدت من واحد ملح إذا قل لك فالملاحظة فكر فيها مو بالضرورة يعني ومو بالضرورة تصف الآخرين بالوهابية والنواسب لا ما يعني واحد يقدم رأيها أو ينتقد فأنت فكر في الموضوع إذا كنت تبني دينك على هذا الكتاب لازم يتراجع النظر خلينا شوف الآن خالد المول يقول باطل هذا الحديث والتزهيف فاضح جدا حسين الأبيدي يقول الشعوذة على أصولها أحمد الياسري يقول المذهب يجوز يفيدك بالدنيا بس ما يفيدك بالآخرة لأن الله قال يوم ندعو كل ناس بإمامهم ما قال بالمذاهب الضلال خبرني إذا المذهب فادق أحمد الياسري يقول قرأنا كلاما سالم بجر يقول هذا كذب على الإمام الصادق هو خصمون يوم الحساب الأراك البغدادي يقول هذا كذب المهم يعني الحمد لله الأخوة ولكن لم يبينوا لم يشرحوا لم يفصلوا كيف هذا حديث كذب ربما ينطلع على بعض الجهال على بعض الناس البسطاء فيصدقوا بهذا الحديث في الحقيقة أنا أندي يبحث عنها قديما ولا بس في كتابي الإمام المهدي حقيقة تاريخية أنفرضية فلسفية استعرضت رأي من يستدل بحديث الاثنى عشرية الموجود في هذا الكتاب على وجود الإمام الثاني عشر يعني يقول ما دام النبي قال لي إمي اثنايش فإذن وصلنا للحسن العسكري صار وهو داعش فلازم هناك ولد آخر الثاني عشر فإذن هذا الحديث يدل على وجود هذا الإنسان هو بالعكس هو لازم يثبت أول شيء وجود هذا الولد للي معامل العسكري ثم يقول هذا الحديث ينطبق عليه ولكن أحيانا بعض الناس يفكرون بصورة مقلوبة هو مقصورة معكوسة هو ما موجود ولد العسكري ولكن بالحديث يحاول يثبت إنسان ويقول هذا إمام معصوم معين من قبل الله وهو الميديو منتظر وهو حيلا لازال حتى الآن سلسلة من الفرضيات الوهمية يبنيها على حديث الموضوع شوف شلون يعني منطق هذا وبعض الشيعة قالوا في ذاك الزمان الأول قال حتى لو صح هذا الحديث في الاثنى عشرية اللي موجود أهم شيء في هذا الكتاب موضوع الاثنى عشر إذا صح هذا الحديث فممكن نعتبر الإمام الحسن العسكري هو الإمام الثاني عشر الأخير وقد توفي وانتهت بوفاته الإمامة لأنه الشيعة كان فيه تيار في الشيعة يسمونه الفتحية وذولا كانوا في زمان إمام العسكري حتى موجودين ومن علماء الشيعة الكبار في الكوفة كانوا موجودين يعرفون ببني فضال اكتبوا عنه بالكوغير يطلعوا لكم بني فضال علماء الشيعة قالوا هؤلاء كانوا يعتقدون بإمكانية الجمع بين الأخوين بالإمامة لأنه فرقة أخرى وجماعة أخرى كانوا يقولون لا ما يجوز ما يصير الإمامة تكون لأخوين بعد الحسن والحسين بس هذه مو آية قرآنية ولا حديث نبوي ولا حديث ثابت عن الإمامة بس هم معدهم فتعرف هذا وكأنه هاي حقيقة أبدية فقسم من هؤلاء الفتحية راحوا إلى جعفر أخو الإمام الحسن العسكري وقالوا هذا هو الإمام البعدل الحسن العسكري وما كانت فكرة تحديد الإمامة بـ 12-1 على إحاة لو افترضنا الإمامة محددة بـ 12-1 على رأي الفتحية الذين قالوا بإمامة عبدالله الأفطح صار إمام هذا بعد الصادق وتوفى بسرعة جين شن المشكلة فيصير هو الحسن العسكري هو الثاني عشر وقد توفي وبعض الناس قالوا هو المهدي منتظر وقد غاب أو سوف يأتي يعود إلى الحياة مرة ثانية الرجعة كما يسموها وهو يصير المهدي منتظر هاي يكون فكرة أكثر معقولية ولو هي فكرة ممعقولة وما بها دليل بس أكثر معقولية من أن واحد يقول يوام الحسن العسكري عنده ولد غصبا عنه وهو موجود حتى اليوم 1200 سنة هذا كلام مو منطقي مو علمي مو صحيح مبني على افتراضات وهمية وهو المهدي منتظر بعدين فلليش ما نقول إذا هالشكل ناخذ معاجز هو الإمام الحسن العسكري هو المهدي منتظر هو توفي وسوف يعود للحياة مرة ثانية كما فسر البعض قال القائم يعني يقوم بعدما يموت هذا معنى القائم فالسروا ذي كل واحد يجي يفسر كيفه يعني فمجتمع من المعرف فاقدين عقلهم ومنطقهم وقرآنهم وسنتهم ويختلقون نظريات على أوهام وعلى افتراضات وهمية لسا نيجي على موضوع هذا الكتاب وهذا الحديث هذا الحديث أقرأ لكم مرة ثانية أنه من لم يكن عنده من شيعتنا ومحبينا المهم الصادق يقولون عنه كتاب سليم وكيس الهلال فليس عنده من أمرنا شيء ولا يعلم من أسبابنا شيئا وهو أبجد الشيعة وسره من أسراء أهل محمد طيب والراحة الكافية والراحة الكتب الأخرى ليس جابه وكتب أخرى ثم نستعرض قلت لكم في البداية أنه إذا نعرف هذا حديث صحيح أو كتاب صحيح نشوف السند الكتاب والسند مع الحديث أنه هذا الكتاب شنه سند وين نطلع منه مثلا نطلع هو في القرن الرابع الهجري من القرن الرابع إلى القرن الأول فيه 300 سنة فاصلة بين عتهم الكتاب عمين مروي إذا ناس كذبين والضاعين فنعرف هذا كتاب موضوع ومكذوب ثم الحديث الذي يرويه عن فلان عن فلان عن فلان دول الرواة أيضا ثقات صادقين أو أيضا كذبين والضاعين فهكذا هذا يسموه بحث السند وأيضا هناك منهج آخر بالأضافة مبحث المتن هناك منهج آخر هو العرض على التاريخ العرض على القرآن في بعض القضايا أو بعض القضايا مموجودة بالقرآن فقضايا تاريخية مثلا تعرضها على التاريخ التاريخ الثابت المتواتر فتكتشف أن هذا الحديث يتفق مع هذا التاريخ أو التاريخ ينقض هذا الحديث وينفيه فخلي أول شيء نستعرض هذا الكتاب متى ظهر وكيف ظهر في مؤرخ شيعي اسمه المسعودي توفي سنة 345 عنده كتاب اسمه التنبيه والإشراف هذا المؤرخ شيعي إمامي أيضا يذكر في كتابه يقول أن أصل القول في حصر عدد الأئمة باثنى عشر ما ذكره سليم بن قيس الهلالي في كتابه لاحظوا أول نقطة أنه هذا هو الذي اخترع أو من كتب هذا الكتاب هو الذي اخترع نظرية اثنى عشرية وين في القرن الرابع هو في زمانه ظهر هذا الكتاب هذا في صفحة 198 يذكر هذا الكلام أن أصل القول في حصر عدد الأئمة باثنى عشر لأن الإمامة كانت ممتدة إلى يوم القيامة ما كانت محددة باثنى عشر واحد ولا اثنى عشر ألف ولا اثنى عشر مليون إلى يوم القيامة مثل الإسماعيلية الآن الآن أدم أئمة مستمرين فشيون الإمامة مقابل الشورى الإمامية يقولون الشورى باطلة الديمقراطية حرام فلازم تكون بالنص والتعيين بالوراثة بهذه سلالة إلى الآن أدم أئمة أغا خان أدم إمام العالم الأميني أيضا ينقل هذا الحديث عن المؤرخ الشيع المسعودي في كتابه الغدير جزء واحد صفحة 195 راجع وكان كتاب سليم هذا قد ظهر في بداية القرن الرابع الهجري وتضمن قائمة بإسماء العلم الاثنى عشر التي يقول عنها أنها كانت معروفة منذ عد رسول الله وهذه القائمة وجودة وأنه هو الذي قد أعلنها من قبل وأدى ظهور هذا الكتاب الذي إلى تكون الفرقة الاثنى عشرية في القرن الرابع الهجري ثم بدأ الرواة يختلقون الروايات شيئا فشيئا ولم يذكر الكوليني في الكافي سوى سبع عشرة رواية روايات مختلقة طبعا ثم جاء الصدوق بعده بخمسين عاما ليزيدها إلى بضع وثلاثين رواية ثم يأتي تنميده الخزاز ليجعلها مائتي رواية يختلقوا الروايات قام بتتكاثر تتنازل يعني كل واحد يجي سوى هذا رواية ومنها وكلما يعتمدون على في البداية على هذا كتاب سليمي بن قيس الهلال اعتمد يعني أخذ من عنده الشيخ الكوليني والشيخ الصدوق والشيخ النعماني ذؤلوا يعتمدوا في هذا القول بنظرية الاثنى عشرية على كتاب سليمي بن قيس الذي وصفه النعماني النعماني توفي سنة ثلاثمائة وأربعين بأنه من الأصول التي يرجع إليها الشيعة ويعولون عليها الأصول يعني كتب كانت كتب يسموها الأصولي أربعمائة هذا واحد من أدهى هذا السوب النص يعني ويعولون عليها الشيعة في زمانية طبعا هذا الشيخ النعماني يقول مؤلف كتاب الغيبة يقول عن هذا الكتاب ولكن عامة الشيعة في ذلك الزمان كانوا يشكونه بوضع واختلاف واختلاق كتاب سليم أنه هذا الكتاب مختلق استوى طلع فت مرة بعدها وذلك لروايته عن طريق محمد بن علي الصيرفي أبو سمينة يسموه هذا واحد كذاب مشهور الشيعة كلهم يعرفوه من أشهر الكذابين وهذا هو يطلع على الكتاب هذا وأحمد بن هلال العبرتائي أيضا هذا مروع عن طريق هذا الشخص أو منسوب إليه لأنه مات هو في القرن الثالث بعده يعني في في أواسط يعني بالعقود الأخيرة من القرن الثالث الرجل هذا الشخص الشيعة يقولون عنه غالي ملعون والسفير الثاني محمد بن عثمان بن سعيد العمري طلع توقيع ملمة مهدي بلعنه وقال ابن الغضائري هذا عالم رجالي شيعي يجيب القرن الخامس الهجري يقيم هذا الكتاب يقول كان أصحابنا يقولون إن سليمن لا يعرف ولا ذكر له فذمرت طلع هذا منين والكتاب والكتاب موضوع لا مرية فيه وعلى ذلك علامات تدل على ما ذكرنا راجعوا كتاب الخلاصة للعلام الحلي صفحة 83 اللي هو ينقل عن ابن الغضائري هذا ابن الغضائري بالقرن الخامس قبله كان الشيخ المفيد الشيخ المفيد اتوفى سنة 413 وقد ضعف الشيخ المفيد اللي هو أيضا مؤسس المذب الـ 12 بحقيقة يعني هو نظر له يعني الروايات والأحاديث قامت تطلع ذلك الأيام من هذا الكتاب ثم الكليني الذي أخذ من عنده والنعماني والصدوق وصارت نظرية تقريبا بدأوا بلوروها برغم أنه الشيخ المفيد كان هو مؤسس المذب الـ 12 في الحقيقة لإلا أنه قال عن هذا الكتاب قال أنه غير موثوق به ولا يجوز العمل على أكثره وقد حصل فيه تخليط وتدليس فينبغي للمتدين أن يتجنب العمل بكل ما فيه ولا يعول على جملته والتقليد لروايته وليفزع على العلماء فيما تضمنه من الأحاديث ليوقفوه على الصحيح منها والفاسد هذا الكلام يقول الشيخ المفيد في كتابه أوائل المقالات وشرح اعتقادات الصدوق صفحة 247 وانتقد الشيخ المفيد أستاذه الشيخ الصدوق على نقله الكتاب واعتماده عليه قال شلون هذا الصدوق يأتمد على هكذا كتب وعز ذلك إلى منهج الصدوق الأخباري قال هذا الشيخ مسكين كان أخباري وقال عنه الشيخ المفيد يتكلم عن الشيخ الصدوق يقول إنه على مذهب أصحاب الحديث في العمل على ظواهر الألفاظ والعدول عن طرق الاعتبار ما يفكر بالموضوع ما يجتهد ما ينظر ما يدرس إسماء لقى حديث طاير يلقفه ويبنى عليه وهذا رأي يضر صاحبه في دينه ويمنعه المقام عليه عن الاستبصار بعد ما يقدر يفتهم هذا شلون هذا الشيخ الصدوق هشي قاد عودين الشيخ الصدوق هو من مؤسسي أيضا المدعب هذا بنفس الكتاب هذا المصدر صفحة مئتين واثنين واربعين كتاب أوائل المقالات ومن هنا لأنه هذا كتاب موضوع وفكرة الاثنى عشرية موضوع أساسا في القرن الرابع اعترض الزيدية على الإمامية في ذلك الأيام وقالوا إن الرواية التي دلت على أن الأئمة اثنى عشر قولهم أحدثه الإمامية قريبا وولدوا فيه أحاديث كاذبة قالت اشتوهم طلعوا هاي النظرية سووها وصووا أحاديث كاذبة من هذا كتاب سنة الإمامية الهلالي وذول الزيدية لجأوا إلى التاريخ قالت خلنعرض هالروايات روايات اثنى عشرية على التاريخ أنه لو كان الشيعة عندهم هاي القائمة معروفة والكتاب معروف الموام الصادق يمدحوه بهذه الصورة يعني كل شيعي لازم يكون أنت قائمة معلقها بالبيت قائمة بأسماء العمية 12 مثل الآن شوفون في المساجد وفي الحسينيات وفي كذا أسماء العمية 12 كلهم حطهم واحد وراء الثاني لو كان هذا الأمر موجود في زمان الإمام الصادق وفي تاريخ العم الباقين لما حدث ما حدث فشوفوا إزا يدي ماذا يقولون إذن يقولوا أن هذه الرواية الجديدة تشتوها حديثا وولدوا فيها أحاديث كاذبة واستشهدوا على ذلك بتفرق الشيعة بعد وفاة كل إمام إلى عدة فرق وعدم معرفتهم للإمام بعد الإمام كان عدم مشكلة الإمامية أنه لم يعرفون لما الإمام توفى ما يدرون ويدرحون عدوا أبناء كثيرين 2 3 10 20 ياهم من عندهم يصبح الإمام ما يعرفون ما في وصية واضحة ما في نص واضحة وحدوث البداء في إسماعيل ومحمد بن علي هذا البداء ينصف نظرية الإثنى عشرية ونظرية القائمة يقولون البداء من أركان المذب الإمامي طيب البداء ماذا يعني يقولون الإمام الصادر أوصى إلى إسماعيل في حياته فعل هذا يصبح الإمام بعدي بس إسماعيل يتوفى في حياته وشلون الناس كاموا يسألون سليمان بن جرير الرقي يجي قال هذا شلون الإمامة من الله وإلى الله يقول هذا الشخص يموت بعد الصادق يصير إمام بعد الصادق وصار بالعكس صار مات قبل الصادق فهذا الكلام كذب هذا مو صحيح الله ما قال للكلام هذا فتراجع عن نظرية الإمامة ينقل عن الإمام الصادق قوله أنه لقد بدأ لله في إسماعيل الله كان عين إسماعيل بس غير الرأي بعدين هذا البداع يسموه ونفس القصة حثت مرة ثانية في محمد ابن علي الهادي سيد محمد الموجود في بلد هذا أيضا علي الهادي قال هذا محمد ابني يصير إمام بعدي ثم مات في حياته فقال له شنو القصة قال لقد بدأ لله في محمد كما بدأ في إسماعيل ثم التفت إلى الحسن العسكري قال يا ابني أحدث لله شكرا فقد أحدث فيك أمره أنت لم يكن إمام لم يكن موجود بالقائمة بهذا صرت إمام كما أين هذه القائمة التي يمت الشيعة في بيوتهم هم الأئمة لا يعرفوهم الصادق لا يعرف الإمام بعد منه أول يقول إسماعيل بعدين إسماعيل يموت في حياته علي الهادي يقول محمد يموت في حياته فأين هل قائمة موجودة هاي يسمون العرض على التاريخ وبعد أيضا الزيدية عندهم نقاط كثيرة وجلوس عبدالله الأفطح للإمامة وإقبال الشيعة إليه والإمام الذي بعد الصادق صار عبدالله الأفطح والشيعة كلهم أقبلوا عليه ما عدا الإسماعيلية وما عدا النووسية الذي قال الإمام الصادق هو الإمام المهدي وغائب وما مات وحيرتهم بعد امتحانه يجوا وسألوا أسألة كما يقولون يعني يجوا وسألوا أسألوا وما عرف يجاوب ومات وما عند أولاد فقال وهاي كيف الإمام وين تروح فصار ونقسم أعدة أقسام فطحية ومسوية فجمعوا بين العبدالله أفتح والصادق وعدم معرفتهم الكاظم حتى دعاهم إلى نفسه يظلوا حسب ما يرويس الجواليقي يقول إحنا رحنا وسلمنا عليه وكذا بعدين امتحناه وطلع مين فاحتارين وصلنا نبكي بالشوارع بالمدينة وبعدين الإمام الكاظم دزع عليهم واحد وقالهم تعالوا أنا الإمام بعد طيب وبعد وموت الفقيه زرارة ابن أعين دون معرفته بالإمام الزرارة تلميذ الباقرة والصادق وهو من مؤسسي النظرية الإمامة لما مات ما كان يعرف فلذلك لما سمع بوفات الإمام الصادق هو كان مريض فبعث ابنه أبويد الله قال لروح للمدينة هو قاعد بالكوفة زرارة قال لروح شوفه نصر الإمام ما يعرف الإمام منه فبالأثناء مات فوضع الكتاب على صدره وقال اللهم اشهد أني أؤمن من يثبت إمامته وهذا الكتاب هذا كل كلام ينقل قول الزيدية وكذا ينقل الشيخ الصدوق في كتاب إكمال الدين صفحة 75 و76 شوفوا زيدية شنو قال على قال هذا يجد أنتم طلعي وقد نقل الصدوق اتهامات الزيدية للإمامية بإحداث النظرية الاثنى عشرية في وقت متأخر ولم ينفي التهمة ولم يرد عليها ما ينذرين في هذا حقيقة موجودة هذه الأيام كل ناس يعرفوها وإنما نبرر ذلك بالقول أن الإمامية لم يقولوا أن جميع الشيعة بما فيهم زرارة كانوا يعرفون الأئمة الاثنى عشر قال شلون ما كل شيعة كان يعرفون بعض الشيعة كان يعرفون هذا تبرير الشيخ الصدوق ثم انتبه الصدوق إلى منزل الزرارة هذا أعظم تلاميذ الباقر والصادق هذا شلون ما يعرف يعني هذا صارت ناقض في كلام تعصف يقول هو انتبه إلى منزل الزرارة وعدم إمكانية جهلي إذا هذا ما يعرف ما يعرف بعض غيره وعدم إمكانية جهلي بأي حديث من هذا القبيل في نصع الأئمة وفي وضوح قائم ومسبق من النبي جاية وهو أعظم تلامذة الإمامين الباقر والصادق فتراجع عن كلامه هذا كله نفس الكتاب هو يجيب كلامه ويتراجع عنه فتراجع عن كلامه وقال باحتمال ألم زرارة بالحديث وإخفائه للتقية قال ها شلو أن يرقعها السالفة كل شي شغلة يعني صعبة قال يمكن يكون هذا زرارة يعرف الإمام منه ولكن سوها العملية بالتقية كل شي يعني التقية جاهزة حتى تغطي على كل خلل وعلى كل ثغرة قال أنه هذا ممعقولة زرارة ما يعرف لا كان يعرف بس سوها بالتقية طيب بعد شوية الشيخ الصدوق أيضا تراجع عن هذا الكلام ثم عاد فتراجع عن هذا الاحتمال وقال أن الكاظم إمام الكاظم قد استوهبه من ربه لجهله بالإمام لأن الشاك فيه على غير دين الله قال شلون هذا لا ما يعرف لأن الإمام الكاظم حسب الروايات العجوم قد استوهبه من ربه قال يا الله سامح هذا الشخص ما كان يعرف ومن قال الكاظم استوهبه ومن قال لك الله سمع كلام الكاظم يعني هذا كلام كلام فيه كلام كلام واهي حقيقة إن الكاظم قد استوهبه من ربه لجهله بالإمام لأن الشاك فيه على غير سهو مو شاك وما يعرف جاهد لا هذا الذي يشك بالإمام على غير دين الله راجعوا كتاب إكمال الدين صفحة 76 هذا موجود بكل الكتب وكل المكتبات في كل مكان موجود وعلى أنترنت موجود وهذا يعني شوف الإحداث النظرية في القرن الرابع الهجري وهذا ما يناقض دعوة الخزاز في كتاب كفاية الأثر وهو تلميذ الصدوق هذا كما قلنا جايب أسماء العلم واحد واحد من النبي والشيخ الطوسي في كتاب الغيبة ماذا يقولون هؤلاء يقولون بتواتر أحاديث الأثنى عشرية عن طريق الشيعة قال الشيعة أحاديث الأثنى عشرية متواترة عندهم يستخدمون هذه كلمة التواتر دائما قديما وحديثا كل حديث مكذوب وموضوع وضعيف وما إلى أساس يضخموه لا هذا حديث متواتر خلص بعد متتكلم ولا تبحث شنده عمي هذا حديث موضوع كادب أصلا مو خبر أحد لا يقول لك هذا بتواتر أحاديث الأثنى عشرية عن طريق الشيعة ويثبت هذا الكلام الذي قلناه قبل شوية يثبت أن لا أساس لها من الصحة في الأجياء الأولى وخاصة في أهود الأعمى من أهل البيت يعني إذن هذا الحديث الاثنى عشرية لم يكن موجودا في القرون الثلاثة الأولى أو في أهود الأعمى من أهل البيت أصلا ما يعرفوا ولا أصحابهم مقربون يعرفون هذا الحديث حيث لم يكن يوجد لهذه الحديث أي أثر خاصة وأن الطوسي لم يذكر الكتب الشيئية القديمة التي زحم أنها تتحدث عن الأثنى عشرية بس قال لك هذا موجود بالكتب متواثر وين بيا كتاب كذا أصلا ما أتحدث عن هالموضوع نعم يعني ما أعرف شنو أسمي دجل لعب الأفكار وقد تهرب الخزاج من مناقشة تهمة الوضع المتأخر كان يعرف أنها تهمة موجودة وحاول أن ينفي تهمة الوضع من قبل الصحابة والتابعين وأهل البيت قال لا أهل البيت ليس يكذبون التهمة ليس موجهة الأهل البيت أو الصحابة والتابعين السابقين إنما هذه التهمة لمن اختلق الكتاب واختلق هذا الحديث في القرن الرابع الهجري راجع كتاب كفاءة الأثر صفحة 293 في حين أن التهمة لم تكن موجهة للصحابة وأهل البيت وإنما إلى بعض الروات المتأخرين الذين اختلقوا كتاب سليم في عصر الحيرة من أمثال أبو سمينة والعبرتائي وعلي بن إبراهيم القمي طيب أين الدلالة في هذا الحديث هذا وإن معظم الأحاديث التي تتحدث عن حصر الأئمة في 12 وكذلك جميع الأحاديث الواردة عن طريق السنة لا تذكر أسماء الأئمة أو الخلفاء أو الأمراء بالتفصيل عند الشيعة يقولون لا الأئمة اسم الأئمة يعني مصطلح الإمام الرواية الموجودة عند السنة خبر آحاد طبعا أنه سيكون بعده 12 خليفة أو 12 أميرة مو أنه إمام والأحاديث السنية بالذات لا تحصرهم في 12 وإنما تشير إلى وقوع الهرج بعد الثاني عشر من الخلفاء كما في رواية الطوسي عن جابر بن سمرة يقول هو يرويها الشيخ الطوسي أنه قال أنه ثم يكون الهرج وتستمر طبعا بعدين الإمارة وتستمر الخلافة وتستمر الإمام أو تتحدث عن النصر للدين سيكون الدين منصورا حتى 12 أميرا أو خليفة أو لأهل الدين حتى مضي 12 خليفة هذه أحاديث تجيبها الشيخ الطوسي ما فيها أنه الإمامة تنحصر فقط بدل 12 واحد أو الخلافة أو لأن الخلافة استمرت والإمارة استمرت حتى اليوم والإمامة انقطعت راجعوا كتاب الطوسي في كتاب الغيبة صفحة 88 89 والصدوق في اكمال الدين صفحة 274 شوفوا الأحاديث مدل على حصل الإمامة في 12 ولو أخذنا بنظرية الشيعة الإمامية الفتحية الذين لا يشترطون الوراثة العمودية في الإمامة دائما لأصبح الإمام الحسن العسكري هو الإمام الثاني عشر بعد الإقرار بإمامة عبد الله الأفطح ابن الصادق أو الاعتراف بإمامة زيد بن علي الذي اعترف به كسم من الإمامية أيضا إذن فإن الاستدلال بأحاديث الاثنى عشرية العامة والغامضة والضعيفة دون وجود دليل ألمي أو شرعي على ولادة محمد بن حسن العسكري هو نوع من الإفتراض والظن والتخمين وليس استدلالا ألميا قاطعا وبالتالي نعرف أن هذا الحديث نوع من الدعاية والإعلام كتاب هذا قال الإمام الصادق من لم يكن عنده من شعتنا ومحبينا كتاب سلام ابن كيسر الهلالي فليس عنده من أمرنا شيء ولا يعلم من أسبابنا شيئا وهو أبجد السيعة وسر من أسرار آل محمد عليهم هذا الحديث موضوع نفهم عندما نعرضه على التاريخ ونرى هذا ما في أثر لوجود القائمة المسبقة بأسماء الأئمة في حياة الأئمة خلال القرون الثلاثة الأولى إذن فهذا الكتاب لأنه جابها النظرية وضعوا هذا الحديث على غلافه حتى يسوي له دعايا وإعلام يمشون بين الناس أنه هذا كتاب مهم جدا ويجب أنتوا تحتفون به وتعتقدون بما فيه طبعا هذا الكتاب أيضا إذا تراجعون كتاب بحرن أنوار في العلام المجلسي قبل 300 سنة يتحدث عن كتاب ويجيبه ويقول هذا فيه نسخ كثيرة وكثيرة من الناس ما يرون أحاديث عن كتاب سنيني البقيس الهلالي ولكن ما هو وجوده فيه هو العلام المجلسي يقول بما يعني أنه عبر الزمان خلال ألف سنة هذه كل واحد كان يجي كان ينسب شيء لهذا الكتاب فيه كتاب سنيني البقيس الهلالي فإذا كان سمت هذا كشكول كشكول كانوا يضعون فيه الأحاديث الناس كل واحد يجي يحط فيه حديث كما يشاء كشكول مفتوح ومليء بالأساطير وبالذات أسطورة الاثنى عشرية شكرا للأخوة اللي يعلقوا وشكرا للأخوة الذين يستمعوا ويستمعون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته